لم تفلح إجراءات السلطات الإيرانية من قمع وتعتيم في ثني المحتجين عن مواصلة تظاهراتهم الرافضة للنظام مجاهرا بالقمع أعلن قائد عمليات قوات البسيج إخماد الاحتجاجات الشعبية مؤكدا أن قرار السلطات بقطع خدمة الإنترنت أسهم في تعطيل ما ومن خطط لهذه الاحتجاجات أعلان اليوم يأتي بعد يوم من طبعا بعد أعلان مشابه للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي أعلن النصر على الشعب بإخماد احتجاجاته بالإعدام توعد خطيب الجمعة رجل الدين الشعي آية الله أحمد خاتمي زعماء الاحتجاجات بتهمة مهاجمتهم المساجد ومؤسسات البلاد تهديد ووعيد قابله المحتجون بمزيد من التحدي ومن قبل العاصمة طهران رغم آلة القمع التي يشتهر بها النظام الإيراني إلا أن متظاهري الحركة الاحتجاجية التي أشعل شرارتها قرار السلطات برفع أسعار البنزين أبدأ شجاعة في مواجهة جلاديهم في الشوارع والميادين العامة فباتت مشاهد مواجهة المتظاهرين رصاص قوات الأمن وإلقاءهم الحجارة على قوات الباسيج وحرق مقارهم باتت مشاهد منتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي فضلا عن مواصلتهم التظاهر الذي يعد بحد ذاته مظهرا غير مألوف في إيران كسر حاجز الخوف لدى الإيرانيين لم يقتصر على مقارعتهم آلة قمع الباسيج وغيرها من أذرع البطش في وطنهم بل ارتفع سقفه ليطال رأس هرم السلطة المرشد الأعلى علي خامنائي فأحرقت صوره في الشوارع ونعت بالديكتاتور تعبيرا من المتظاهرين عن تحميله مسؤولية سوء الأوضاع في إيران ففي طهران المعقل الرئيسي للنظام ومركز ثقله تجرأ المواطنون وتحدثوا إلى وكالات الأنباء عن سوء قرار السلطة برفع أسعار البنزين والأعباء التي سيزيدها على كاهلهم كان من المفترض أن يكون سعر البنزين أعلى لأن السعره كان غير منطقي لكن في رأيي لم تكن الطريقة التي تم بها رفع السعر صحيحة فيما يتعلق بسبل عيشنا فإن دخلنا لم يتغير على الإطلاق ولكن التكاليف قد تضاعفت ثلاث مرات أو أربعة أضعاف وهو ما يضغط بشكل خطير على الناس أنا واحد من الناس غيرت من أولوياتي مع ارتفاع الأسعار واضطرت لزيادة ساعات عملي بعد أن كان عملي ووقت الفراغ أكثر توازنا في مواجهة كسر الإيرانيين حاجزا الخوف لجأت السلطات إلى التعتيم الإعلامي على يوميات الحراك فعمدت إلى حجب شبه كامل للإنترنت ومنعت وسائل الإعلام المحلية من نشر أي مضمون لا يخدم إرادتها فصل جديد يكتبه الإيرانيون باحتجاجاتهم الحالية بكسرهم حاجز الخوف في صراعهم مع سلطة أرست أركانها على الاستبداد والبطش بهم وفي المقابل أضاف النظام لسجله القمعي الموسوم بالقتل والاعتقال والتعتيم الإعلامي مزيدا من جرائم القتل والاعتقال الولايات المتحدة لن تتخلى عن موقفها الداعم لحرية الشعوب والديمقراطية القمع الذي تمارسه سلطات إيران بحق الشعب لا بد أن ينتهي فمن مناشدة طهران وقف القمع إلى إعلانها الوقوف إلى جانب الشعب وصولا إلى فرض عقوبات على ساسة طهران مضت واشنطن في سبيل إنهاء معاناة الشعب الإيراني عقوبات جديدة فرضتها اليوم وزارة الخزانة الأمريكية على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آزري جهرمي للضغط باتجاه رفع الحذر عن الإنترنت أما التواصل مع صوت الشارع المحتج فلا يزال مستمرا تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نشد بها الشعب الإيراني إرسال صور توثق قمع النظام للمتظاهرين لاقت هذه التغريدة قبولا واسعا في إيران ورسائل شعبية عدة سنتابعها في هذا التقرير بالفارسية خاطب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإيرانيين متمنيا عليهم إرسال ما تيسر من مقاطع مصورة ومعلومات عن العنف الدائري في بلادهم جراء قمع التظاهرات التي انطلقت الأسبوع الماضي في معظم مناطق البلاد موقف بومبيو المبني على وقائع ما تقوم به سلطات طهران من قمع وقطعها خدمة الإنترنت بشكل كامل في البلاد قوبل بكثير من الحماسة من قبل الإيرانيين وبما تيسر من مقاطع مصورة ومعلومات عن الأحداث الدائرة فمن تمكن من الولوج إلى الإنترنت بطريقة أو بأخرى زود وزير الخارجية الأمريكي بما تيسر من مواد عن تظاهرات جديدة وعمليات القمع الممارسة فيما طالب آخرون الأمريكيين بإيجاد الطريقة الفضلة لتزويد الإيرانيين المنطفضين بخدمة الإنترنت آلاف التفاعلات سجلتها تغريدة بومبيو بعد ساعات على إطلاقها وهي مرشحة للمزيد في ظل عدم وضوح الصورة من الداخل الإيراني واستمرار التظاهرات حتى إشعار آخر معنا هنا في الستوديو دوغلس مكريغر العقيدة المتقاعد في الجيش الأمريكي والمستشار السياسي من دبي معي أيضا المحلل السياسي مسعود الفك أهلا بكم ضيفي الكريمين أستاذ دوغلس كيف تنظر الولايات المتحدة لإحتجاجات إيران اليوم؟ هل حققت شيء من وجهة نظرها؟ أم أن لربما أكبر إنجاز أنه تم قمعها وتوقفت؟ وهذا ما لربما سيكون في صالحها بشكل أو بآخر بالضغط أكبر على السلطات الإيرانية؟ من شك النظام سيحاول أن يقمع المتظاهرين ولكن تظاهرات مهمة للغاية لأنها تشير إلى مستوى عدم ردى المواطنين حيال التوجه السياسي للبلاد هذا ما لم نراه في الماضي يصعب التنسيق بين المتظاهرين عبر البلاد ولكن هناك في كل المناطق تظاهرات نراها بكل عين ولكن ألن يؤخذ على واشنطن أنها اليوم قد تكون تستغل ذلك؟ ألم يكون هناك اتهامات لواشنطن بأنها تود إسقاط النظام في إيران؟ ولكن المسؤولين الأمريكيين من الرئيس الأمريكي إلى وزير الخارجية قال مرارا بأنه ليس هذا هو المسعى الرئيسي ليس هذا هو الهدف الرئيسي هل بشكل أو بآخر قد تغرق مرة جديدة الولايات المتحدة في هذا الاتهام؟ بعد حتى الحراك الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي بين وزير الخارجي الأمريكي والإيراني من دون شك النظم القمعية دائما تلوم اللاعبين من الخارج لما يحصل في البلاد وهنا ليس ما نراه استثناءا لكن الحقيقة هي أننا في الولايات المتحدة الأمريكية وربما أيضا عبر أوروبا والعالم نرحب بتغير في النظام في طهران وبالتالي نتمنى كل خير للشعب الإيراني ونتمنى أن ينجحوا في حراكهم ما رأيك؟ خلاص انتهت لربما الأمال التي كانت معلقة أستاذ مسعود على هذه الاحتجاجات بأنها ثورة من الداخل قد تؤثر قد تغير في إيران في طهران تحياتي لك و لضيفك و للمشاهدين الكرام بلا شك هذه المظاهرات ستترك تأثيرا حقيقيا على المجتمع الإيراني و على مطالبه التي لم تتوقف لو عدنا إلى نرى في هذا العقد الأخير في العشر سنوات الماضية إيران شهدت ثلاث مظاهرات عامة من 2009 إلى الآن التي هي 2019 المظاهرات الأولى كانت قبل عشر سنوات 2009 ضد تزوير الانتخابات ثم المظاهرات التي عمت حوالي 75 مدينة إيرانية نهاية 2017 و بداية 2018 و الآن نرى الموجة الثالثة بشكل أوسع و بشكل أقوى من الموجات السابقة عمت حوالي 100 مدينة إيرانية هذه المظاهرات كانت عابرة للقوميات شارك فيها العرب وقدموا حوالي 35 ضحية في هذه المظاهرات ثم شارك الأكراد فقدموا حوالي 30 قتيل وهلن مجرى إيران قدمت حسب الإحصائيات المعارضة والإحصائيات الدولية بين 120 إلى حوالي 200 قتيل في هذه المظاهرات والنظام واجه تحديا حقيقيا من الشارع هذا التحدي أهم تأثير له يضع شرعية هذا النظام وشعبية هذا النظام الذي يعتبر نفسه جاء نتيجة لثورة شعبية تضع شرعيته وشعبيته تحت سؤال الشكوك لذا أنا باعتقادي أول تأثير لهذه المظاهرات ولهذه الاحتجاجات هي تأثيرها على شرعية النظام ومصداقيته في أنه يمثل الشارع الإيراني طيب ولكن ما التأثير النهائي التساؤل اليوم أستاذ مسعود هناك الكثير من السياسيين هناك الكثير من المعارضين الإيرانيين هناك الكثير من المؤسسات الكبيرة والمعارضة لإيران والنظام الإيراني أيضا خارج إيران اليوم ما هو المطلوب منها كيف تتحرك كيف عليها أن تتحرك وكيف يمكن لها أن تضغط على نظام وهو في دائرة مغلقة اليوم لا يمكنها الدخول إلى أو اختراق هذا الجدار إن صح التعبير اليوم الذي تضعه إيران حول نفسها يا أستاذ مسعود نحن لو أنا قلت كثيرا ركزت على مسألة بأن الحركة الإصلاحية في إيران كانت تنوي أن تدفع إيران نحو نموذج كوريا الجنوبية ولكن المتشددون والمرشد الأعلى والحرس الثوري معه دفعوا إيران نحو نموذج كوريا الشمالية إيران بشكل أو آخر نظام شديد المركزية لذا خروج هذه المظاهرات بنفسها أنا باعتقادي هو تحقيق إنجاز نتوقع تصور مثلا تخرج مظاهرات في كوريا الشمالية أنا باعتقادي ما حصل هو على هذه الشاكلة الآن الظروف هي هكذا أي تحرك داخلي بحاجة إلى قيادة ميدانية في الدرجة الأولى والابتعاد عن العنف العنف الذي شاهدناه في كثير من الصور هناك شكوك حول من قام بهذا العنف وهناك حديث الآن في أوساط المعارضة والمراقبين للشأن الإيراني قد يكون النظام خططه لهذا العنف حتى يستطيع أن يبرر قمع المظاهرات أمام المجتمع الدولي تمام إلى أي مدى أستاذ دوغلس التواصل مع الداخل الإيراني اليوم من قبل الوزير الخارجي الأمريكي هو أهم لربما مما سيحصل لاحقا كسر هذا الحاجز بشكل أو بآخر وعندما نتحدث عن عقوبات ستفرضها الولايات المتحدة اليوم على من هم في الداخل الإيراني أو المسؤولين عن القمع المسؤولين عن ما تسبب بإيقاف هذه الاحتجاجات إلى أي مدى هو فعال حتى نكون وقعيين اليوم إيران مغلقة على نفسها كيف يمكن للولايات المتحدة اختراق هذا الجدار عندما يقول وزير الخارجي الأمريكي بأننا سنضغط بعد أن يصل صوت الإيراني بالصور والتوثيق إلى خارج إيران أولا أعتقد أن العقوبات على الأشخاص هي أصعب لناحية التطبيق من العقوبات الشاملة وطبعا العقوبات أثرت على الشعب الإيراني أيضا للأسف نتكلم هنا عن أن القوة أحيانا هي يمكنها أن تفرض الشرعية على ذاتها ولكن هذا يعني أن النظام عليه أن يقتل الألاف وهذا ما لا نراه لأن هناك شكوك ضمن القوات المسلحة والحرس الثوري وضمن الحكومة حول المدى الذي يمكن أن تتجه فيه الحكومة للمحافظة على النظام وبالتالي أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة وسنرى تضاعفا لهذه الحكومة إلى حد كبير ولكن تتحدث عن الحكومة لا تتحدث عن النظام بالنهاية يعني لن يكون هناك تغيير بطريقة وإيديولوجية السلطة في إيران بشكل أو بآخر ومستوى التغيير سيكون تحت خامنئي ولن يصل إليه أعتقد ذلك وأعتقد أيضا أننا سنرى مقاربة تدريجية بمعنى أن هناك ربما ضرورة لبعض التنازلات تدريجيا ولكن على أي حال هذه هي بداية النهاية لهذا النظام إن تطلب الأمر سنتين أو ثلاث أو خمسة أعتقد أن الخط قد كتب حتى الآن حول ما يمكن أن يصل إليه المتظاهرون هل هناك قلق لدى الولايات المتحدة من دخول دول كبرى أيضا بنفس الطريقة لربما التي تدخل فيها الولايات المتحدة اليوم كان هناك إعراب من روسيا عن قلقها لردة الفعل الأمريكية لهذا التواصل الجديد لما قم به وزير الخارجية أيضا هل هناك قلق بشكل أو بآخر من أن تصادما مقبلا ليس عسكري طبعا نتحدث عن جدل جديد يفتح بابا جديدا من الجدل متوقع برأيك سيد دوغلس الحقيقة هي أننا فعلنا كل ما في وسعنا وقدرتنا الآن على أن نؤثر على ما يحصل على الأرض أصبحت محدودة جدا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد مواجهة مع النظام والنظام لا يريد مواجهة مع أمريكا وهذا واضح وبالتالي وصلنا إلى نوع من الطريق المسدود الأمر يتعلق الآن بالشعب ما هي مطالب الشعب وما يمكن للشعب أن يتوقع من الحكومة الخبر الجيد هو أن هذه التظاهرات تخيف الحكومة إلى حد كبير ولا أعتقد أنه يمكن للنظام أن يركن على قوته المسلحة لمواجهة الشعب وبالتالي بين الحدين سيكون هناك تغير بأي وتيرة وإلى أي حد لا نعرف السؤال التالي لحضرتك بعد قليل إلى أي مدى كل هذا السلوك يدفع المولايات المتحدة ويضع ضغطا أكبر عليها بإبقاء قوتها أكثر في المنطقة ولكن أستاذ مسعود حتى لا نغفل هذه النقطة مع حضرتك نأخذ وجهة نظرك الرسالة التي أراد أن يوصلها وزير الخارجي الأمريكي مايك موفيه اليوم كانت باللغة الفارسية طريقة التواصل اليوم هل تعتقد بأن هذا سيحقق خرقا بشكل أو بآخر وماذا على الإيرانيين في الداخل أن يفعلوا وكيف عليكم أنتم أن تستغلوا أو أن لست أنتم كحضرتك كمن هم يعارضون نظام الإيراني في الخارج من المؤسسات استغلال هذه النقطة تحديدا طبعا الإيرانيون رحبوا بهذه الرسالة الإيرانيون المعارضون رحبوا بهذه الرسالة وتجاوبوا معها ويبدو بأن البعض قام بإرسال بعض المقاطع وبعض الصور أنا باعتقادي فتح هذا الباب جعل الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسؤولية أكبر عندما تعلن بأن للإيرانيين ارسلوا لنا صور وحتى يتم توثيق ذلك لو وصلت هذه الصور في هذه الحالة يتوقع الشارع الإيراني والمحتجون الإيرانيون يتوقعون من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك اتخاذ خطوات تنفيذية بعد أن استطاعت أن توثق ما يجري داخل إيران ولكن السلطات شاهدناها اليوم أيضا لجأت إلى أسلوب التهديد وأسلوب الإعدامات وكشفت بأنها اعتقلت أعداد كبيرة فقط في مدينة مشهد قيل بأنه وعلى لسان إمام جمعة مدينة مشهد بأن هناك تم اعتقال حوالي أربعمائة شخص لو قصنا هذا على إيران كلها ومائة مدينة سنصل إلى أرقام مهولة في واقع الأمر من الاعتقالات ولكن في نهاية الأمر هذه الأمور لا يمكن أن توقف ما يحدث بين الإيرانيين لأن الأسباب التي أدت إلى خروج الناس إلى المظاهرات والتي أدت إلى خروج الناس إلى صفوف الاحتجاج هذه الأسباب لم تتغير الفساد المالي سوء الإدارة الاقتصادية عدم رضوخ إيران لقبول التفاوض مع المجتمع الدولي حول برامجها النووية التي جاءت بكل هذه الصعوبات والمشاكل للإنسان الإيراني هذه الأمور في واقع الأمر لا تزال موجودة ومن المتوقع أن ينفجر الإيرانيون مرة أخرى بغضبهم بوجه السلطات أستاذ دوغلس في أقل من دقيقة إن لديك تعليق تفضل بالتعليق على مقاله أستاذ مسعود ولكن في أقل من دقيقة إلى أي مدى كل هذا السلوك اليوم يدفع الولايات المتحدة إلى أبقاء قواتها عسكريا وجود العسكري في المنطقة إلى فترة أطول وربما إلى أجل غير مسمى صح التعبير بشكل أدق الولايات المتحدة لديها قوات الآن بطلب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نحن نرغب في خفض عديد قواتنا وأعتقد أننا سنقول بوضوح إننا وكذلك أي دولة أخرى لن تتدخل بما يحصل في إيران هذه المسألة يحلها الشعب الإيراني وأعتقد أن هذا ما يريده الشعب الإيراني روسيا ونحن ودول أخرى ستطبقى خارج ما يحصل ولكن نرحب ما يصل إليه الشعب أشكركم لهذا الحوار أشكرك من دبي المحلل السياسي مسعود الفاك شكرا جزيلا لك أستاذ مسعود لانضمامك إلينا في الستوديو هنا شكرا لك مرة جديدة دوغلس مكوريغر العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي والمستشار السياسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك